اشتركوا في القناة مستمر وينطلق شوطن جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطن السابع الخاص بالإبكار ضمن الأشواط المفتوحة لهجر أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء الغبايا نسير مع الإبداع والإثارة والمنافسة وهي المسافة الخمسة كيلومترات التي تشهد هذه التحديات إلى المقدمة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات نبدأ مع المقدمة متحبة لهجر سيحة السلم ويأتي سعيد بن سالم لنيبي في عملية التضمير والتدريب بينما نغلى مباشرة إلى المركز الثاني لأجد الغادمة هنا نيران علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يقدم لنا اللي هي نيران شعار رئيس الهجانة متواجدا على المركز الثاني بينما نغلى إلى المركز الثالث أجد الغادمة الآن الشاهنية من هجن الرئاسة يتقدم سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي الشعار المبدع في صباحي هذا اليوم يقدم الشاهنية في أول الأشواط يقدم الشاهنية الأخرى بنفس الشعار على مستوى المركز الثالث بينما في المركز الرابع المركز الرابع الصميمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيزة للسعود ومايد بن حلفان المري يغودها في عملية التضمير بينما في خامس المراكز وهذه طماعة بشعار محمد بن سلطان بن مطهر بن مرخان لكتبي متواجد صعب المضمرين على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات بينما نتابع يمصورنا اللي على مستوى المركز السادس في هذه اللحظات ترى الأسماء والشعارات المتواجدة خلف الخمس المراكز الأولى سامي غوية متواجدة في هذا الاندفاع لكن نعود مع مصورنا اللي يعطينا لغته إلى المركز الأول وهذه هي متعبة بشعار هجن سيحة السلم هذا الشعار اللي له قاعدة جماهيرية في هذا العالم الساحر يأتي بغيادة سعيد بن سالم لينيبي أحد شبابنا المضمرين والمبدعين متواجد مع متعب على الصدارة الأولى بينما في المركز الثاني الشاهينية الشاهينية لهجن الرئاسة يتغدم سيئل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية تضميرها وتدريبها متواجد بن أحمد في هذه الاندفاع بينما في المركز الثالث هذه معيال هجن سيحة السلم يضمرها سيئل بن أحمد بن خريد متواجد في عملية تضميرها وتدريبها الله هذا بن خريد وشعاره يوم يقول عندنا للنغد يميود ليلاله بايت هدوس متواجدا الآن على مستوى المركز الثالث في هذه الاندفاع بينما في المركز الرابع في المركز الرابع هذه الآن تتغدى مشاهدين العزاء اللي هي مشاهدين الكرام متواجدا نيران نيران للرئيس الهجان علي بن خليفة الرميث هي متواجدا على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات بينما في المركز الخامس في المركز الخامس عندنا الصميمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ومايد بن حلفان المري يقودها في عملية التضمير والتدريب بينما في المركز الخامس دخول غادما الآن في هذه المنافسة الجميلة في هذا التحدي هذه غزوة عبد الله بن سالب بن دربش العامري متواجد على المركز الخامس بينما في سادس المراكز هذه طماعة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لإجتبه متواجد صعب المضمرين في هذا المحترك وفي هذه المنافسة هكذا نتيجتنا وندائنا الثاني يكتمل لحضراتك بعشاغي إلى صالة للشاهدون عبر مركز دبي للإعلام المتابع لانطلاقات تحديات صباحي هذا اليوم على أرضية ميدان سيف العرب حد الأفرع والأذرع التابعة لميدان المرموم الشهير الذي يقع هنا في مدينة دبي في أرض آل مكتوم الكرام في منطقة لسهلي حيث نشهد هذه التجمع الغفير من الأخوة المضمرين اللي يستعدون كل الاستعداد لختامياتي هذا الموسم الجميل لعام 2021 وعام 2022 على الأبواب بإذن الله تعالى عودة إلى مقدمة الشهوط عودة إلى متعبة يا متعبتنا يا متعبة هذه متعبلان على مقدمة الشهوط لهجن سيحة السلم يتغدم هذا الشعار الجماهيري اللي غالي في غلوب أهل الهجن جميع الشعار المغفور لبإذن الله تعالى الشيخ عمدان بن راشد طيب الله ثرى يأتي بمختلف أحد المضمرين العميد في عملية تضمير سعيد بن سالم لنيبي بوخليفة اللي مركز مع متعبة متعبة على الصدارة الأولى بينما الشهينية لهجن الرياسة تتغدم ويتغدم السهيل بن أحمد بندري الفلاحي متواجد أحمد في التضمير بينما معيه في المركز الثالث لهجن سيحة السلم وسيب بن أحمد بن غريدة الفميتين المتبقية عن قطة نهاية الفميتين وبن غريدة يأتي على مستوى المركز الثالث بينما في المركز الرابع وتابع الغدوم وتابع اللي ثار الآن من غزوة عبدالله بن سالم بن دربش العامري يأتي على مستوى المركز الرابع وخامساً الغادم لان نيران نيران للرئيس الهجان علي بن خليفة الرميثي والصميمة غادمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيزة لسعود مايد بن حلفان المري في عملية التضمير ولكن ياهي معركة ياهي معركة بين شعار هجن الرياسة وشعار هجن سيح السلم بن دري وبن وسعيد بن سالم لينيبي يبحثون عن الفوز يبحثون عن الانتصار الشعار الحمر الخطر مروا عبر إلى مغتمة الشوط إلى الصدارة الأولى يا تسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير سلام يا بن دري سلام سلام على هذا الأداء الكبير التي تقدم لنا الشاهنية الشاهنية سلام لجماهير هجن الرياسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار اللي تحقق الشاهنية تضيف إنجاز تلوى الإنجازات السابقة غدم لنا الشاهنية في الشوط الأول الرئيسي ليأتي الآن في هذا الشوط ويقدم الشاهنية الأخرى مشكور يا بن دري على غمة الجاهزية لهذا الموسم لهذا الموسم الحافل نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ولكل المضمرين ولحظة وصولها الشاهنية إلى خط نهاية مهدية هجن الرياسة واجماهير هجن الرياسة ومضمرها السيال بن أحمد بن دري المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الكرام وصلت اللي هي طماعة لمحمد بن سلطان بمرخان المركز الثالث كان الوصول من متعبة لهجن سيحة السلم هكذا هي نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى عودة للتبغيط الزمني وساعة وصول الشاهنية إلى خط النهاية سجل سبع دقائي وخمسي ثانية تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للمضم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة